والعال لسينة عموماً وشمال سينة النهاردة على وجه الخصوص كان لها اهتمام كبير من الدولة المصرية سواء من القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من مجلس الوزراء النهاردة كان في اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لعمليات التنمية في سينة واللي بيحصل حقيقة في سينة وبالتحديد في شمال سينة لابد ان احنا نتوقف معه في الوقت اللي كانت الدولة بتخوض في حرب ضروس ضد الارهاب على مدى اكتر من 8 سنين ولكن البناء والتنمية لم تتوقف في سينة الرئيس النهاردة تابع جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبك زيلة سينة بصفة عامة استصلاح الاراضي البنية الاساسية الخدمات المقدمة للمواطنين كل الجهود الحية وهنشوف حتى كمان بعد شوية في زيارة رئيس مجلس الوزراء والوزراء لشمال سينة والعريش ورفح العريش الجديدة ورفح الجديدة وزاي التنمية اللي تمت هناك شيء الحقيق يدل على اهتمام القيادة السياسية واهتمام الحكومة المصرية بتنمية جزء عزيز وغالي علينا جميعا هو شبك زيلة سينة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب حسن عبد الشافيء المستشار برئاسة الجمهورية واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس ادارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سينة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سينة وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سينة بما في ذلك مشروعات استصلاح الاراضي الهدفة الى زيادة رقعة الاراضي الزراعية في وسط وشمال سينة وتعظيم المساحة العمرانية والانتاجية وذلك في اطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الاراضي على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف اجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سينة بالنظر الى انها تمثل عنصرا اساسيا لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها مع ايلاء اهمية متزايدة لموضوع الميكانة واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الاراضي في شمال ووسط سيناء ومخصصات مياه الرأي في هذا الصدد بالاضافة الى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم انتاجها في هذا الخصوص كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء فضلا عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كل من العريش ورفح الجديدة وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور اشتركوا في القناة